سبعين مليون دولار دخلوا مصر للإخوان وتنظيماتهم إزاي دخلوا؟ أهو فضيحة صادم إزاي دخلوا؟ ما إحنا الدولة قفلة الأبواب وقفلة النوافذ والدولة حطت إيديها على كل الشركات الممولة للتنظيمات الإرهابية أما لإيه الحكاية؟ جم من إين؟ جات فين؟ في حاجة جديدة اسمها البيتكوين عشان ما توخوش عملة إلكترونية عملة على الإنترنت أنا مش فاهمها يعني لما فاهمها أبقى شرحها لكم بس ما فيش فلوس بتحط في حسابات ما فيش تحويل عملة ما فيش دولارات ما فيش جنيه حاجة اسمها بيتكوين كنت قريضها أنا قبل كده نشوف حد متخصص نشرحنا ولا نشوف حد عندنا في البرامج بتاعتنا يجيبها نشرح للناس يعني إيه بيتكوين؟ لكن فيه رصدت الأجهزة الأمنية إن فيه 70 مليون ما يعادل 70 مليون دولار دخلوا تنظيمات إرهابية عن طريق عملة إلكترونية رقمية اسمها البيتكوين إيه هو؟ يقدر دلوقتي يشتغل فيه غسيل الأموال يشتغل فيه الدعارة فيه المخدرات فيه التجارة الرقيق عن طريق البيتكوين دي أعتقد رجالنا في البنك المركزي فاهمين الموضوع أعتقد الدولة وأجهزتها واستخباراتها فاهمين الموضوع لكن أنا دوري هنا بوضح للناس إن فيه آليات أخرى فيه أدوات أخرى هذه الأدوات بقول المواطنين عدرين إنه الإخوان ما بيسكتوش لأنه مش هم اللي بيفكروا هم خرثان هم بهايم فيه ناس بتفكر لهم هم أدوات هم أدوات لأجهزة استخبارات بتفكر وتخطط مصر آفل آفل الدواير تكفيف المنابع ما فيش فلوس تخشي لهؤلاء انتهى لكن فيه محاولة أخرى عن طريق إيه بقى؟ يجيب واحد رقيع يدينه جايزة بمليون دولار يجيب واحدة رقيعة إدها جايزة بمليون دولار يعمل عملية تحويل عبر الإنترنت بيتكوين وإحنا في حالة صعبة جدا إحنا الموضوع بتاع السوشال ميديا والتواصل الاجتماعي والإنترنت وغيره غير مضمون إحنا مش عارفين ومش هنقدر نقف قدام حركة التكنولوجيا لكن علينا أن ننتبه الحائط الصد الآمن الوحيد أمام هذا هو ايه؟ الوعي مش خايف وأنا أضم صوتي للصوت اللي قال إنه لا أخشى عليكم من الخارج وإنما أخشى عليكم من الداخل لازم نفهم لازم نفهم لازم نعيد الفهم لازم نعيد تقليب الأمور عشان نفهمها من كل زواياها بلا سطحية بلا تسطيح بلا ضحالة موسيقى